إحنا بس عايزين نقول حاجة للجمهور إحنا في برنامج البيت الكبير بعد كل ماتش بيكون فيه مسابقة زي ما حضركم تعودته في مباراة القامة بين الأهلي والزمالك كان عندنا فيزين من صفحة القناة قناة النادي الأهلي ومن صفحة أحمد تي فاللي حصل أن فيه واحدة من المتسابقات على صفحة أحمد تي كانت مجاوبة إجابة بعد ما المباراة انتهت ما كانتش قبل طبعا المباراة لها شروط من أهمها أن حضرتك أو حضرتك تتوقعوا نتيجة المباراة قبل ما المباراة تتلعب فاللي حصل أنه يا البنت جوبت الإجابة بعد ما المباراة انتهت وده الحقيقة اللي خلى إدارة القناة وإدارة طبعا الشركة شركة أحمد تي تاخد بالها من هذا الموضوع فإحنا نظرا للشفافية هنعمل النهاردة هنعيد تاني على حضراتكم اسم فائز واحد متسابق واحد هنعلن عنه من خلال الشاشة الكبيرة دي ومشرفنا طبعا كابتن محمد حشيش إلا هيختار هذا الاسم اسم المتسابق اللي كذا سكوتر كانت الإجابة على سكوتر أوره يعني ما لا موجود أنا خلاص فنهاردة الاختيار ده هيكون من على صفحة أحمد تفضل يا كابتن هايبقى فيه اختيار تفضل يا كابتن أو الستوب أه بس بعد ما يكون فيه سكورور دلوقت تفضل يا كابتن طول في أي وقت ستوب اختار يا كابتن فيه فوق أحمد أمير ولا أحمد قدامنا أمير وأحمد أمير والإتنين نجاوبوا صح يعني أو أنتوا كده هتزعلوا مني اللي مش هختاره لا عادي طبعا يا حدي طبعا تعرف ده عايز تعمل سكرول تاني طبعا أقول لك لا لا يعني خليها بقى أحمد عشان أحمد محمود الخطيب عشان أحمد محمود الخطيب يعني يا منفعش ما نكسبش طبعا أحمد محمود الخطيب مبروك على الإسكوتر وزي ما بقول لكم دايما يعني خلينا بنوعاتكم بحاجات كتير جدا إن شاء الله الفترات اللي جاية وعلى مستوى المسابقات على مستوى النتائج إن شاء الله يكون فيه جواز كتير نور مبروك لأحمد وهارد لك ليه طبعا السيدة اللي شاركت لك لكن كانت بعد ما تكت المباراة